السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء الثامن والسبعين بعد المائتين من لقاءات التفسير ومع اللقاء الثالث والثلاثين من لقاءات تفسيرنا لصورة آل عمران وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن صفات المتقين في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين منفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فأولئك المنفقون أموالهم في السراء والضراء محسنون وأولئك الذين يقضمون غيظهم ويعفون عن الخلق مع قدرتهم على المؤخذة ورد الإساءة محسنون والله جل جلاله يحب المحسنين ومن أهل علم من قال هذه الأخلاق هي أكمل أحوال المتقين وهذا من مقامات الإحسان ثم ذكر الصفة الخامسة من هذه الصفات فقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالرب رب والعبد عبد قد يزل التقي لبشريته في لحظة ضعف تعتر البشر كل البشر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوافون يقع التقي في الفاحشة نعم قد يقع التقي في الفاحشة ولكنه سرعان ما يرفع قدمه من حفرة الفاحشة وشؤم المعصية ويطاهر قلبه وبدنه ونفسه بدموع التوبة والأوبة والندم وينكسر بين أدي سيده ومولاه طارحا قلبه بخضوع وانكسار وذل واعتذار وعبودية حب وقهر واضطرار مستغفرا العزيز الغفار لا يصر على فعل الخطيئة لا يصر على فعل الذنب بل ولا يتبجح ولا يعلن بها بلا حرج ولا خجل ولا حياء لا 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 بل إن زل يزل لضعفه لبشريته والله جل جلاله يعلم ضعف الإنسان فهو الذي خلقه وخلق الإنسان ضعيفة فإذا زل التقي وعاد وتاب ولم يصر واستغفر وأقر بذنبه وضعفه للرب العلي لن يطرده الله جل وعلا من رحمته بل هو في عفوه وستره ومغفرته فنور الإيمان في قلبه لم ينطفئ ونور التقوى في قلبه لم تنطفئ ويعلم أن له ربا كريما يأخذ بالذنب ويغفر الذنب وأنه عبد ضعيف متمسك بدينه مستغفر لذنبه ذاكر لربه جل جلاله فالله سبحانه يأخذ بيده ويغفر له ويعفو عنه ويعطف عليه ويقبل عثرته ويفتح له باب الأمل والرجاء يفتح له باب التوبة ما دام العبد ذاكرا لله ولا ينسى سيده ومولاه وليصر على الذنب والمعصية تصغرت أم كبرت بل يستغفر الله جل وعلا لذنبه وليصر على الفاحشة والخطيئة واعتذر لربه سبحانه وتعالى من ذنوبه من ذنوبه وجناياته ومن أرق الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن رب العزة في الحديث القدسي قال أذنب عبد ذنب فقال أي العبد اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب ثم عاد أي العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك يفهم بعض الناس هذا الحديث الجليل العظيم الكريم فهما مغلوطا جدا فأتواهم المسكين أنه سيتعدى الحدود وينتهك الحرمات وهو يعلم وهو مصر ثم يستدل بالحديث فيقول قال الله في الحديث القدسي اعمل ما شئت فقد غفرت لك هذا فهم خاطئ لمن لم يعرف جلال الله وعظمة الله وكمال الله الله يغفر لمن زل في الذنب لضعفه ثم عاد إلى الله جل وعلا تائبا مستغفرا نادما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله له والحديث رأى مسلم حديث يا أبي هريرة فهؤلاء إذا فعلوا فاحشة والفاحشة تطلق على كل معصية وعلى كل فحش وقبح وعلى كل عمل خارج عن حدود الله منتهك لحرماته سبحانه وتعالى لكن كثر اختصاصها بالزنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي باقتراف ذنب كبير أو صغير ذكروا الله العلي القدير ذكروا عظمته وقدرته وجلاله وهيبته وكماله وجماله فاستحيوا منه سبحانه وذكروا وذكروا سلطانه فهابوه وخافوه وتذكروا حقه العظيم ووعده الكريم وعيده الشديد الأليم فخافوه فخافوه وهابوه فاستغفروا لذنوبهم واجددوا التوبة والأوبة وهم على يقين أنه سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي وهم يعلمون أن الله جل وعلا لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت لا يتعاظمه العفو عن الخطايا وإن وقعت وأنه جل جلاله يفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه في أي ساعة من ليل أو نهار كما في الحديث الذي راه أحمد وأصحاب السنن بسند حسن بل ومنه من صححه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل من ذنبه إلا غفر الله له ثم قرأ النبي قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الفضلاء أولئك الكرماء السعداء العالو الرتبة جزاؤهم عند ربهم جل وعلا عظيم جليل كبير قال سبحانه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أولئك هكذا بآدات البعد تعظيما لشأنهم ورفعة لمرتبتهم جزاؤهم مغفرة من ربهم يغفر لهم ربهم المحسن الذي أحسن إليهم وتفضل عليهم فهو الذي خلقهم مبتداء وهو الذي يربيهم غذاء وهو الذي يغفر لهم انتهاء يغفر ذنوبهم ويسطر عيوبهم ثم في الآخرة هذا الجزاء جنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ما أعظمه وأشرفه وأجله وأكرمه من أجر فالتفضل قسمان قسم مترتب على العمل ويسمى أجرا انتبوا لهذه اللطيفة الجميلة التفضل من الله جل جلاله قسمان قسم مترتب على العمل ويسمى أجرا وقسم آخر هو محض فضل الله جل وعلا على من يشاء من خلقه كالعفو عن أصحاب الكبائر وأعلاه وأبهاه رؤية وجه الله جل علاه في جنات النعيم يبقى الفضل قسمان قسم مترتب على العمل يسمى أجرا ونعم أجر العاملين وقسم آخر بلا عمل بل محض الرحمة لن يدخل الجنة أحد بعمله ولا تعرض بين الحديث وبين قوله أورثتمها بما كنتم تعملون فالباء في الآية هي باء السببية والباء في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض لا تعرض بين الآية والحديث فالحق يخرج من مشكات واحدة فالتفضل قسمان قسم مترتب على العمل وهو ما يعرف بالأجر وقسم هو محض رحمة الله وفضله على من يشاء من خلقه وعباده وأعلى مراتب هذا الفضل هو رؤية وجه الله جل جلاله في جنات النعيم للذين أحسنوا الحسن أي الجنة بأعمالهم ثم برحمة ربهم وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ثم يعود الحديث القرآني الجليل العظيم مرة أخرى لأحداث أحد بمقدمة لحقيقة تاريخية ثابتة لا تتخلف لأنها سنة من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير في الأمم الماضية لتأخذ أمة النبي صلى الله عليه وسلم العظة والعبرة فيقول جل جلاله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الآن رقم 137 من آيات سورة العمران فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تبدأ الآن بقد قد خلت من قبلكم أمم قد التي تدل على التحقيق وتأكيد الخبر جبرا لخاطر الصحابة رضي الله عنهم من جراء الهزيمة الكبيرة التي وقعت بهم في أحد مع أنهم يقاتلون المشركين لنصرة دين رب العالمين وبعد أن ذاقوا حلوة النصر يوم بدر فبين لهم الحق تبارك وتعالى بعد هذه الهزيمة في أحد أن الأيام دول وأن الأحوال سجال فذكرهم بأحوال الأمم الماضية فقال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن وخلت أي مضت وسلفت والسنن جمع سنة وهي السيرة من القول والعمل والخورة أو المثال المتبع أو الطريقة المستقيمة كل هذا لمعنى كلمة سنن والمراد لقد انقضت ومضت من قبلكم سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتخلف في الأمم الماضية التي سلفت وسبقت ممن خالفه منهج ربهم ومنهج أنبيائهم ورسلهم أهلكهم الله واستأصلهم فسيروا في الأرض سير أبدان وسير قلوب وعقول لرؤية آثرهم والاعتبار بعاقبتهم والتفكر فيما كان من أمرهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كما في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وكما في قوله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وكما في قوله جل جلاله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذن الآية الكريمة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تسلية لأصحاب سيد المرسلين لما جرى لهم في غزوة أحد من مصاب جلل ليعلموا يقينا أن سنة الله الجارية في المكذبين والمجرمين لا تتغير ولا تتبدل وأن ما حدث للمشركين من نصر عابر في يوم يحد إنما هو لحكم عظيمة إن علمنا بعضها جهلنا أكثرها لتمحيص القلوب وتمييز الصفوف واتخاذ الشهداء الصادقين الذين يقدمون ويبذلون مهجهم وأرواحهم في سبيل الله ولنصرة دين الله ثم في النهاية حتما محق الكافرين وهزيمتهم ثم بيّن سبحانه وتعالى أن كل ما أنزله جل وعلا من أمر ونهي ووعد ووعيد وعظات وعبر من تاريخ السابقين إنما هو البيان الواضح الصادق الذي يكشف الحقائق ويرفع الالتباس ويهدي إلى سعادة الدنيا والآخرة ويتعظ به المتقون الذين يعتبرون بالمثلات وينتفعون بالعظات ويتدبرون في الآيات فقال رب الأرض والسماوات هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من أهل علم من قال إن المراد بالبيان هنا هو القرآن هذا بيان هذا هو القرآن الذي يبين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال الذي هو هدى وموعظة للمتقين والمؤمنين فالبيان هو الدلالة والإظهار والإضاح للحق وإظهار الحقيقة وإزالة الشبهات ليظهر المعنى جليا للنفس أما الهدى فهو بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغي وقال ابن الأنباري أصل الهدى في كلام العرب التوفيق والهداية هي الإرشاد والتعريف والبيان وقال الراغب في مفرداته الهداية دلالة بلطف فلفظ الهدى يفد معنى الإرشاد والدلالة وقد بينت أن الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان وهداية توفيق ويجعل الهدى في القلب وهذه لله جل وعلا وحده أما الموعظة وموعظة للمتقين الموعظة هي النصح والتذكير والدعوة إلى كل خير وإلى كل عمل صالح وقول طيب وهي الحث والإنذار كذلك بكل ما هو جميل والتحذير من كل ما هو شر ولا شك أن الهدف من الموعظة والهدى إصلاح الأخطاء وتقيم العجاج ورد الانحراف والتذكير بالعواقب بل وعرفها ابن القيم بقوله هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وعرفها الجرجاني بقوله الموعظة هي التي تلين لها القلوب وتدمع لها العيون وهي التي تعين العبد على إصلاح أعماله الفاسدة والعمل بالصالحات ولا ريب أن القرآن الكريم بيان للحق من الباطل كما بينت وبيان للأمور على جليتها وليحوال الأمم الماضية على حقيقتها وهدى للقلوب والعقول يأخذ بأيد الخلق الذين ينصطون له ويعملون به يأخذ بأيدهم إلى طريق الهدى والرشاد والاستقامة وهو كذلك موعظة بليغة بالترهيب طارة وبالترهيب أخرى بالتذكير بكل خير والزجر عن كل شر ومعصية ينتفع به المؤمنون والمتقون الذين يقبلون الهدى والموعظة إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين أعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدن لهم عذابا أليما ثم قلوا جل جلاله مسليا للمؤمنين ومبشرا لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا الوهن الضعف ولا تحزنوا الحزن ما يصب النفس من ألم لفقد محبوب أو فوات مطلوب والله جل جلاله ينهى المؤمنين الذين حققوا الإيمان عن الوهن وعن الحزن أي لا تضعفوا عن جهاد عدوكم ولا تحزنوا لما أصابكم من هزيمة في أحد ولا تحزنوا لما أصابكم من قتل لأحبابكم في يوم أحد والحزن المراد هنا هو الحزن الذي يوقف عن العمل ويوقف عن السعي أما الحزن الجبلي فهذا أمر لا يؤخذ عليه العبد قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله ويعلنوا من الله ما لا تعلمون فلا ينبغي أن يكون ذلك موهنا لأمركم وجهادكم ولا مجبا لألمكم ولا حزنكم وانكسار قلوبكم وكيف تهنون وتحزنون وأنتم الأعلون بإيمانكم بالله جل وعلا وبتصديقكم لوعد الله بنصر من ينصره ومن يتوكل عليه فالباطل مهما انتفخ وانتفش في جولة من جولات الصراع بين الحق والباطل كأنه غالب فإنه زاهق والحق مهما ضعف وانزوى كأنه مغلوب وكأنه زائل فإنه ظاهر قال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأنما أصابكم من ضعف وجهد وحزن وقتل وألم في أحد فقد أصاب عدوكم مثله في بدر بل وفي أحد أيضا فقال سبحانه وتعالى مطيبا لقلوب الصحابة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إن يمسسكم قرح القرح بالفتح وبالضم كذلك قرح هو الجرح والجرح والقتل والجهد والجهد والضعف والانهزام كل هذا في معنى إن يمسسكم قرح فلن بغي أن تهنوا أو تحزنوا لما أصابكم فإن يمسسكم قرح وقد نال منكم المشركون ما نالوا فقد نلتم منهم يوم بدر والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس والمداولة هي المناوبة على الشيء والمعاودة وتعاهده مرة بعد مرة وأيام الدنيا دول بين الناس يوم لك يوم عليك يوم لهؤلاء ويوم لأولئك فكانت الدولة والجولة المسلمين في بدر على قلة عددهم فقتلوا من المشركين سبعين رجلا وأسروا سبعين ثم كانت الدولة والجولة والمشركين في أحد فقتلوا من المسلمين خمسة وسبعين وجرحوا سبعين بل وتعرض النبي نفسه للقتل وشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته بل وانتشروا خبر موته في الميدان حتى صرخ في الصحابة أنس بن النظر رضي الله عنه وقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى كثيرا منهم قد ألقى سلاحه واستسلم للموت لعلمه أن رسول الله قد مات أو لسماعه هذه الإشاعة الخطيرة قال سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا أي علم ظهور ووجود ليكون الجزاء بمقتضى عملهم لا بمقتضى علمه السابق فيهم تنبرها فما أعظمها وليعلم الله الذين آمنوا أي علم ظهور ووجود ليكون الجزاء بمقتضى عملهم لا بمقتضى علمه السابق فيهم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائد وما سيكون وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون بل لقد كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الحديث روه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر إذن المحن والفتن والشدائد والرخاء تكشف وتميز الصف وتظهر المؤمنين الصادقين والمنافقين المدعين وتجلي وتظهر ما بداخل النفوس لأهلها وأصحابها وتظهر ما تحمله القلوب لأهلها وأصحابها وتجعل ذلك واقعا في حياة الناس ليكون الجزاء بحسب ذلك أي على ما يصدر منهم من أقوال وأفعال وهذا كمال عدل الكبير المتعال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فالشهداء مختارون مصطفون من بين المؤمنين المجاهدين في سبيل رب العالمين فالله جل جلاله يكرم من يشاء بالشهادة في سبيله فمن يريد أن يكرمه وأن يرفع درجته عنده في أرفع المنازل يختاره شهيدا فالشهادة منزلة عظيمة وكفاهم شرفا وفخرا أنهم أحياء عند ربهم مرزقون كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين حسبهم شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو عند ربه يتمنى الموت في سبيل الله مرة ومرة ومرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل وكذلك الشهيد في سبيل الله ليس في سبيل الهوى أو المغنم أو العزة أو الأنفة أو القبيلة أو القومية إلى غير ذلك بل في سبيل الله يتمنى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله أن يرجع ليقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة كما في صحيح مسلم وغيره ولذا قال الله تبارك وتعالى بعدها والله لا يحب الظالمين أي لا يحب الكافرين المعاندين المجاهرين بالكفر أو المنافقين المخادعين أو الظالمين الذين وقعوا في الظلم فظلموا أنفسهم بالمعاص والذنوب والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين تمحيص التطير والتخلص من العيوب ولا يكون ذلك إلا بالابتلاء والاختبار فالإنسان ربما يلتمس عليه أمر نفسه ولا يعرف حقيقة نفسه إلا إذا تعرض للابتلاء بنوعيه بالشدة والرخاء بالسراء والضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتأتي الفتن والمصائب والمحن ويأتي الخير لتمحص المؤمنين كتمحيص الذهب والفضة من الشوائب وفي أحد وقع هذا التمحيص الشديد فتميز المؤمنون الصادقون من المنافقين الكاذبين وتخلصت وتطهرت نفوس المؤمنين من الصحابة ممن خالفوا أمر رسول الله من الرماه تطهرت بالمحنة والابتلاء الشديد وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين المحق النقصان أو الاستئصال والمراد هنا تلك الطائفة التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصرت على كفرها وذلك تحقيقا لسنة الله الجارية التي لا تتبدل في إزاق الباطل وإظهار الحق ما تستعل الحق بالله جل جلاله ما تستعل أهل الحق من المؤمنين بالحق سبحانه وتعالى متى تخلصوا وتطهروا من الزيف والغبش والمعاصي ثم بيّن الحق سبحانه أن نيلة رضوانه والفوز بجنته يحتاج إلى جهاد وصبر فقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلموا الصابرين أم حسبتم يرى بعض أهل العلم أنها منقطعة بمعنى بل الانتقالية لأن الكلام انتقل من تسلية الصحابة إلى معاتبتهم على ما وقع من بعضهم في يوم يحد من مخالفة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والهمزة للإنكار أم حسبتم والمعنى لا تحسبوا أيها المؤمنون أن تنالوا رضوان الله وكرامة وثوابا وجنة وفضله وبره وجودا وإحسانه ولما يعلم الله جل وعلا علم حضور ووجود الذين جاهدوا منكم بثبات وصدق والذين صبروا منكم على الشدائد والمحن والأهوال والمصائب من أولئك الذين خالفوا الأمر النبوي وانشغلوا بالمغنم الدنيوي كما قال الرب العلي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك لطائفة من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يشهدوا غزوة بدر لأنه ظنوا أن الحرب لن تقام فلما وقعت الحرب وكتب الله النصر المؤذر للمؤمنين ندموا أشد الندم وكانوا يقولون ليتنا نستشهد كما استشهد أهل بدر ونقتل كما قتلوا في سبيل الله فلما حضروا معركة أحد منهم من انهزم ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء هذا الخطاب بهذا العتاب لهؤلاء فقال سبحانه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال الحسن بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لئن لقينا العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ونفعلن فابتلوا بذلك فلا والله ما كلهم صدق فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون والمراد بالموت هنا الشهادة في سبيل الله ونيل كرامة الشهداء الصادقين الصابرين عند رب العالمين أيها الأحبة نكتفي بهذا القدر الليلة ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى ونواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع لنجمع هذا الرحيق وهذا الزهر بعطره الأخاذ ولنقف طويلا في هذا المحراب المهيب لنستلهم العظاة والدروس والعبر والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا العمل بالقرآن العظيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة